كيف أصور فيديو احترافي وسينمائي وبالجوال ما يهم إذا كنت محترف أو عندك خبرة في تصوير الفيديو بالجوال أو كنت مبتدأ راح نتعلم مع بعض خطوات بسيطة احترافية في تصوير الفيديو بالجوال بس تحتاج منك شوية التركيز معي في هذا الفيديو فإذا كنت مهتم معطيني لايك واشترك في القناة فعل جرس التنبيه عشان نصور كل جديد وبسم الله نبدأ فيديو اليوم قبل ما نبدأ الشرح أو قبل ما نسوي أي شيء لازم نفهم الإعدادات اللي ممكن نحتاجها أشان نطبق التصوير الاحترافي بالجوال أول شيء نروح للإعدادات بعد أن ننزل تحت نروح على الكاميرا وين الكاميرا؟ أوكي هنا الكاميرا ندخل عليها نروح على تسجيل الفيديو عندي عدة خيارات أختار آخر أختيار اللي هو 4K بمعدل 60 إطار في الثانية ورح أوضح لكم ليش أخترت 4K 60 إطار هذه بالنسبة للإعدادات الآن رح نبدأ ونروح نشوف كيف ممكن نطلع فيديوهات وكيف نصور فيديوهات احترافية وبشكل جدا بسيط حياكم الله من جديد رح أشرح لكم أو أوضح لكم كيف نصور كوب شاي بشكل سينمائي واحترافي وبشكل جدا سهل نحتاج بس كوب الشاي كوب بسيط مثل هذا ونحتاج الجوال وتريبود للجوال أو حتى ما يحتاج تريبود إذا عندك أي شيء ثبت عليه الجوال رح يفي بالغرض ونحتاج مصدر إضاءة لأن العادة في النهار أكتفي بإضاءة الشمس إذا كنا في الليل أخذ لي إضاءة خارجية الآن ندخل على الكاميرا ونحط تصوير الفيديو وأبدأ أضبط التكوين للفيديو مثلا بهذا الشكل طيب نوافع ممكن للبعض سألني ليش قلب الجوال لأنه حاب أخذ الزاوية من تحت طبعا لما أجي أمنتج لا حيكون معي الفيديو بوضع طبيعي لكن لما أجي هنا أصور حيبان معي برضو بوضع طبيعي بس أنتم بتشوفوا أنه أنا قلب الفيديو في تسجيل الشاشة نفس الشيء طيب الآن بعد ما أخذ التكوين اللي أبغى في طريقة أسويها أخذ الفوكس إذا عندي ملعقة أو أحط صباعي وأخذ على صباعي الفوكس بهذا الشكل وبعدين أحاول أني أضبط الرضاة بهذا الشكل أنا بصراحة أحاب أني أدخل شوي بالفوكس أو أدخل بالآفون بالجوال لأنه أرجع أخذ الفوكس مرة ثانية وأضبط الرضاة الآن أخذ الموية ولما أجي أصب أحاول أن أصب بشكل هادي بحيث أنه يعني ما يكون سريع ورح تفهموا الطريقة هذي في المونتاج رح يبهن معنا عليها شاكل لكم نصب الموية بشكل بسيط الآن نصور ونبدأ نصب الموية بهذا الشكل خلصنا من تصوير الفيديو خلان نقفل الآن رح أروح على تطبيق المونتاج تطبيق المونتاج اللي أنا أستخدمه الفي ان طبعا التطبيق المونتاج هنا ما رح أشرح لني سبق أتكلمت عليه لكن إذا حابين تشوفوا معلومات أكثر أو شرحة من هذا التطبيق رح أطلكم رابط المراجعة في صندوق الوصف الآن أدخل أسوي فيديو جديد واختار الفيديو اللي صورناه بهذا الشكل وأضيفه طيب الآن معي هذا الفيديو بهذا الشكل أول شي أسوي رح أروح وأكتم الصوت حق الفيديو بعدين أرجع وأضيف صوت مقطع صوتي من الأصوات اللي أنا أحاب أضيفها مثلا هذا وأحاول أتحكم في إدادات الصوت والدخول والخروج للصوت وأضغط على صح شغلة ثانية أروح أسوي سلو موشن للفيديو من هنا وأبدأ أنا أقص إلى 0.5 ليه 0.5 إذا كنتم تصور على 60 إطار لو تتذكر اخترنا 4K 60 إطار 60 إطار تخليه على طول السرعة 0.5 طيب شي ثاني أضيف فلتر للفيديو كل واحد والذائقة اللي حاب أصور فيها مثلا حاب أوكي مو مشكلة طيب الآن لو تذكر قلت لكم نصور 4K الآن أوضحكم ليش الفكرة إننا نصور 4K نضغط على الفيديو وناخد زون قد ما نكتر لو نلاحظ هنا ما عندي مشكلة في الجودة ليه لأنني أنا مصور بال4K فبالتالي لما أسوي اقتصاص أو كرب للفيديو ما رح تتأثر الجودة شغلة ثانية رح أروح وأسوي تأثير الزوم آوت بهذا الشكل أوكي النقطة الأخيرة بحاجي هنا واختار من المكان اللي أنا ما بدأت فيه مثلا من هنا من هنا أوكي وأسوي اقتصاص وأحذف الزائد من هنا الآن خلينا نكبر الصفحة ونشوف كيف الفيديو معنا طيب أوكي أنا أما أنا ما عجبني الفلتر رح أغيره لأنه خفف لي احمرار الشاي مثلا ممكن هذا التأثير وأحاول أني أقص زيادة مثلا أخذ من هنا أوكي نرجع أمر ثانية شوف كيف التأثير شايفين فرق الألوان كيف أعطاني برضو إضافة جميلة للفيديو كذا يطلع معنا فيديو سينمائي وجميل وممكن أسوي إضافات ثانية تضيف حلاوة على الفيديو مثلا أضيف نص مثلا أنا دائما في الفيديوهات أحب أضيف النصوص مثلا خلينا نهاية الفيديو وممكن أضيف برضو الشعار أبل شكل وخلي لونه أبيض من هنا بهذا الشكل أوكي أصغر الشعار نرجع شوي ناخد الأسفل نصغر أوكي ننف شوي الخط هنا أوكي الآن نرجع نكبر الفيديو ونشوف النتيجة كيف تطلع معا هذه هي النتيجة النهائية لحد كل الفيديو ما راح تحتاج منك شيء كثير جوالك ومصدر إضاءة ويتطبق هذه الحركة في المنتاج أتمنى أنكم استفدتم من الشرح كذا يكون الفيديو انتهى لا تنسوا دعم باللايك واشتراك في القناة نتقبل في فيديو جديد بأمان الله